كان وزير الشؤون الاجتماعية واللي كان في وقت من الأوقات ومازال مفوض من الحكومة بإدارة ملف الأعلام ويحكي في كلام غامض كما هكا أن الحقيقة أنا مطالب نفهم مطالب يفسر لنا أول حاجة ثاني حاجة منظومات سابقة بضبط هنيجيك 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 أكيد أنه ثم ناس عندها مصالح في كل المجالات مش كان في قتال الأعلام ولكن على الأقل أحنا نقوم بدورنا حتى كان ثم ناس تعطل وأكيد في العالم كل ثم ناس تعطل وثم قواء من هنا ومستفيدة من هنا هدايا أكيد موجود ولكن نقوم بواجبنا بمعنى أنتي أجلس مع الناس المعنيين أدرس المقترحات والحلول أعمل جلسات خاصة بالمؤسسات هذية وشوف شنية إمكانياتها وشنين نجم وصلحوا فيها وشنين الإجراءات العاجلة اللي نجم وقوموا بها وبعد تقول لي إذا كانت تخذنا إجراءات ولأنتي اتخذت إجراءات وما تنفذتش قولنا هاو ثم ناس تعطل في هذا وحاسب بالناس يتعطل أخير أنتي ناس تعطل وناس من داخل الإدارة تقولها معتها بكل بكل وضوح تقولها الناس من داخل الإدارة تعطل وأنت تتفرج تبدأ الناس تجلس وتقعد على الملفات هذية وتلقى الحلول وتدرس المقترحات التي تم تقديمها إذا ما تنفذتش وقتها موضوع آخر ولكن أنتي ممبا جلست مع مع أطراف نقبية راهو وزارة الشؤون الاجتماعية يا مالك سمعني نحبة دي مهمة لنقولها راهو وزارة الشؤون الاجتماعية تاريخيا منذ الاستقلال كانت راعية للتفاوض الاجتماعي كانت راعية للحوار الاجتماعي كانت من أهم الوزارات في تونس كانت وزارة سيادية أخرى في تونس كانت متى أي أضراب في أي قطاع مهما كان أهميته كانت تدخل وزارة الشؤون الاجتماعية وتدعو الأطراف المعنية وتقوم بالتفاوض وتحاول تحل الأزمات اليوم عندك وزارة الشؤون ال اضربات ما هي اضربات تعديد في الاعلام في البريد في الوظيفة العمومية والقتال العام البلديين والمحروقات كلهم وما تعيش الناس تفاوض يحبوا يفرضوا امر واقع وحد اخر الوزارة الشرونية التنسية هذه يعني ضربت كل تقاليد الدولة التنسية في ادارة التفاوض وفي ادارة الحوار كيفاش تفهم وزير اللي يكون هو ماسك بملف الاعلام ويقول نرمو هو وزير يعني واحد من اعضاء الحكومة عنده سلطة سياسية معينة داخل الحكومة يقول انه ثم منظومات سابقة داخل الادارة التنسية يخي المنظومات السابقة هذية الوزير يعرفها شكوني وسكت عليها فمهني محمد ياسين جلاسي والله سمحني هذا سؤال مطروح يطرح اولا نتمنى ما يكونش كلام مجرد شماعة لتعليق معها الاخطاء والفشل نتمنى ما يكونش هكاكة ولكن المنظومات هذية ما تسمى بالمنظومات السابقة اذا كان يداخل الادارة وتعطل في اعمال متى الوزير والاعمال الحكومة ولا غيره هذه يجب محاسبتها اذا كان الحكومة ولا الوزارة تمشي في اصلاحات وتمشي في قرارات يعني لفائدة مؤسسات ولفائدة ناس ومواطنين وتعطلها لجهات هذية يجب محاسبتها لا يجب محاسبتها ونحكي عليها هذية كلام تقوله اي واحد في الشارع ترجمة نانسي قنقر